موسيقى اخواتلة طلعوا نحن وين قبل ما اخبركن نحن وين جنة صغيرة جنة صغيرة بنص البترون تجمع كل اللبنانية بالعالم محل صغير بالبترون بوحدة من أحلى مدن وأحلى ضيع العالم سوف أخبركم عن هذه المنطقة التي نشغل عليها كثيرا وهي الضيعة التي تجمع كل كل اللبنانية بالعالم قاعد بالنص الشمس جاء من المكان طقس بي عقد الغيوم فوقنا رفلكشنز على هذا الحاد ومحلات دائما كنا نقول قمتنا بتجمعنا ولكنها أكثر بكثير من هك قاعدتنا بتجمعنا انطرتنا بتجمعنا الشباكنا المندلون الخشب تقليدنا أجوائنا هولي كلهم صغير مجموعين هون فيها غاست هاوس وفيها مطعم وفيها كافي بتجمع العالم فيكم تجوا تتحدثوا تروقوا راسكن تفتخروب لبنيتكن وأكثر وأكثر مجموعين مجموعين يجب أن تقول على الأكل وراء ليس على الأكل لكن يجب أن تقول عن هذه المنطقة هاي أنتوني واو أهلا وسهلا فيك في الدياسبرا فيلوز بيت المغترب بالباترون نحن ساعد نحن هون بالمشروع عم ندير المشروع نهتم فيه أول شي حب يخبرك شوي نحن وقفين هلا على القلعة الفينيئية اللي نبنت بالقلم التاسع قبل الميلاد بتعرف القلعة استعمرت على مدى سنين من قبل العثمانية والرومانية وأكيد القلعة استعملت عمدها كتير سنين بتعرف هون القلعة تعمر عليها بيوت وانسكنت من قبل أهل من الباترون بتعرف بما أن القلعة هي منطقة أثارية فالمدرية العامة للأثار استملاكتها وبعدين طلع مرسوم من مجلس الوزراء أجروا هال القلعة لبلدية الباترون كرمال تحيية وترممها وتهتم فيها عشرين سنة وأكيد بمبلغ كتير رمزي بما أنه بمبادرة من الـ LDE طاقة الإغترابية اللبنانية أكيد بلشنا عملنا كونترا أول شي مع البلدية وطلبنا من البلدية يعملوا كونترا معنا كرمال لنحنا نهتم بهذا المشروع ونرممه نهتم فيه LDE هي بتعرف NGO لا تبغي ربح أكيد LDE بنعمل مؤتمرات إغترابية بلشنا أكيد في 2014 نعمل مؤتمرات بلبنان بعدين بلشنا نطلع خارج لبنان نعمل مؤتمرات برا لذلك بكل مؤتمر كنا نطلب من هالجاليات نخبرهم عن هالمشروع اللي هو UNDER LDE نطلب منهم بليس ساعدونا شوي إذا فيكم كرمال نرمم هالمشروع وبلشت الخبرية من هوني بلشوا يبعثوا أكيد تمويل كل بيت بلشنا أول شي بالبيت الروسي هلأ من فوت على الفلتش بنخبرك شوي عن كل بيت وفرجيك القلعة أكيد بلشوا يبعثوا تمويل بلشنا أول بيت في تحناي بأول مؤتمر لإلنا كان هوني بالفلتش فتحنا البيت الروسي وبعدين كل سنة بلشنا نفتح بيت ورا بيت طلعوا كيف كان طلعوا كيف صار كيف كان كيف صار أكيد هون كيف صار هون كيف كان قبل كيف صار كمان كيف كان إذا بتشوف قدي كان مدمر قدي اللي نشغل فيه لصار بهالجمال عنا تسع بيوت بالقلعة عنا غيفت شوب عنا غيست هاوس عنا كافي ديو ميزي عنا ستوديو وعنا جراند سار جراند سار أكيد للإيفنتات أو للمؤتمرات إذا حدا بيحب يعمل كيف تشوب كرميل كل شيء ارتزاني لبناني نحنا بس لضويلك نحنا القلعة هو هالمشروع الدياسبورة فلج هو نحنا هدفه كل شيء كولترال كل شيء ثقافي كل شيء اجتماعي سوسيال وبعدين ننتقل للقصص البيئة نحنا وفيتين بس أخبركم شوي عن الفرن القلعة رح يكون فيهون فرن كمان كوكو بيكري هيدا مشهور كوكو الوصنين بالبطرون هون بيعمل بريوش كتير طيب فيه تسع بيود تسع بيود نحن ننفع في تمان بيود البيت التاسع هو بعد ما نحط بعض الاسم عليه لأنه بعد ما خلص تمويله يعني اللي ندفع هو ندفع من الالديك رمان خلص تمويل هيدا البيت لأنه بعد ما فيه ولا حدا أخد نو بعد ما حدا أخد البيت بي اسمه رح بلش بالليبنيز بريزيلي نهار دليل تريديشنال فيلج هذا الحلو فيه إذا حدا منوا ما اكتشف لبنان كتير إذا حدا عنده أولاده عابلوا عرفوا على لبنان ما بانه شي بيجيبوا لهون تفاصيل تفاصيل الأرض الأديمة السقف العالم الخشب الغير شكل الحجرة حد الحجرة الجالية البرازيلية إذا اللبنانية بالبرازيل يحبوا يجوا على لبنان يستعملوا البيت البرازيلي كمانامة كمان أهلا وسهلا كنت أتحدث عنهم لا بقيتكوا أنا لبناني هيدا باسبوري البرازيلي نيموني بتنيموهن مازبوط تحتموا فيه وتخبرك الأكثر من هك نحن 75 ألف ليرة بس على الكابل بالبيت أو على البيت فيك تعتبر إذا أجأ أحد 75 ألف ليرة نعم هو شي كتير رمزي 10 دولار صحيح 20 دولار من فرد نعم يعني بس شي كتير رمزي بس مهم تانيش نشجع أنه بعدكم برات لبنان عجل وبعدكم ما جيتوا على لبنان 10 دولار تجوا بتنيموهن او ماي جود أنا ما معي باسبورت جيد شمال جدا شكرا شكرا على العزيمة. فإذا كنت ترى أن هناك بعض التصبيطات هي شغلة كثير طبيعية. لدينا مبدئياً حيكون إذا أحداً من الجاليات الموجودة لبيوت هون يقفونهم يطلعوا على الجاست هاوس أكيد حيلاً حداً مغترب جاي بيطلع له 15% بالجاست هاوس وحتى لو أنه مغترب كمان في جينين بقلب الجاست هاوس بس أقل لك أنه كمان تلع له 15% يعني وتشتز كمان المبلغ لبيوت هاوس هو كتير رمزي ليست أجروا غرفة بالجاست هاوس ليس يعني نحنا عم نشجعكم أن تكون لديكم بس بورتين يعني يعني نحنا عم نهتم بالبنانية العيشين بورتا يجو هيلو هيلو هاي مارك أهلاً أهلاً أنا مارك غاوي أنا كونسلطنت لديس بورا فيليج وعملنا الكونسب تابعوا للكافي ما فيه واحد يقطع على دياسبورا فيليج بدون ما تكون موجود اللي هي الميزيم المتحف تابو المغتربين فنحنا نحاولين المتحف تابو المغتربين لكافي موسيقى 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 هونيك إلنا كافي رسطورون هوني البار هوني البار وصال الله هندمايد هوممايد سبيشالي مايد ليبانيز سوسجز أو سلامي أو باسترامي أو يلي هو خط القرار أنه بلش أعمل كل شي منجيبه عادة امبورتد مبلش نعمل لوكالي مايد لهيدا السبب عملنا مزرعة كتير كبيرة في بقلبها خنزير وفي بقلبها بقر عم نشيل الحليب تبعولون عم نشيل حتى عنا شافر الالبين عم نشيل الحليب تبعولون عم نشيل لحمة الخنزير ولي برميه ايتم دفنتلي تكسشور 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 تخذية تكسشور تكسشور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة